بسم الله الرحمن الرحيم فالإذن ممين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت أوراك والإنزيل من قبل رجل للناس وأنزلت أورقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذمتقان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يساق لا إله إلا هو العبز الحكيم هو الذي أنتل عليك الكتاب منه آيات واشكمات هم أم الكتاب وأخره تسابهات فأما الذين في قلوبهم زيب فيتبعون ما تسابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار فدأ بآب الدرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بظنوبهم والله شديد الإقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس النهاد قد كان لكم آية في فئتين التفتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم نتنين رأي العين والله أؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصاد زين للناس حب الشهوات من النساء والذين والقناقير المتنفرة من الذهب والكبضة من الذهب والكبضة والخيل المثومة والحنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده أصل المآب قل أأنبئكم بصير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فضلنا ظنوبنا وفينا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالقين والمنفقين والمستغرين بالأصحاب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائفة وأولو العلم صائلا بالقطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بضيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله تريع الحساب فإن حادتك فقل أسلمت واجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقب اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بسير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصد من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقصد من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآفرة وما لهم من ناسرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا الناب إلا أيامهم معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك وتنفع الملك من من تساء وتنفع الملك من من تساء وتعذ من تساء وتذل من تساء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل بالنهار وتولد النهار بالليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تساء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من ذو المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتبوا منهم فقار ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلموا الله ويعلموا ما في الزماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من صوح تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذركم الله ويذر لكم جنوبكم والله رفور رحيم قل أبيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران آل العالمين ذروة بعدها من بعض والله ثميع عليهم إذ قالت امرات عمران رب إني نزد لك ما في بطلي مؤررا فتقبل لني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنتا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنتا وإني سميتها مظيمة وإني أحيب هذه وضريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنفتها نباتا حسنا وكفلها ذكريا كلما دخل عليها ذكريا المحراب وجد عندها رفا قال يا مرين أنا لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابه كنالك دعا ذكريا ربه قال رب أبلي من لدنك بذية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملاذكة وهو قائم مصلي بالمحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وأسورا وسيدا وأسورا ونبيا من الطالئين قال رب أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وتبه بالعشي والإبكار وإذ طالت الملائكة يا مريم إن الله الطفاك وطهرك والطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسدتي واركعي مع الراكعين ذلك من أنساء غير نوشيء إليك وما كنت لديهم تتركون على قدامهم أيهم يكتر مريم وما كنت لديهم إذ يختتمون في الضالة الملائكة يا مريم إن الله يبثرت بكلمة من اسمه المسيح حيث ابن مريم وزيها في الدنيا والآثرة ومن المقربين ونكلم الله في النهج وكألا ومن الظالحين قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم يمتأني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يكون له قوم فيقول ويعلمهم كتابا حكمة والتوراة والجنزير ورسولا إلى بني في إسرائيل أني قد جدتكم بآية من رب حل أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنبق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرع الأكمه والأبرق وأرشي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تجدفرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم وأمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولعحل لكم بعض الذي قرم عليكم وجدتكم بآية من ربكم فاتكوا الله وأبيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستثمين فلما أحد عيثا منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماترين إذ قال الله يا عيثا إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وزاعلوا الذين اتبعوا كفروا فالذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكوا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فوعذبهم عذابا سهيدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أدورا والله لا يؤذب الظالمين ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إننا فلعنت عند الله كمثل آدم خلقه من كراب ثم قال له كن فيكون حلحك من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتمل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العظيب الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم في المسجدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة فواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نسلك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا استدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الثورات وما أنزلت الثورات والإنجيل إلا من بعده أبلا تعتلون ها أنكم ها أولئي حاجزكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المسلكين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله وليم المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا أنفسا وما يشكرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأمريس تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكفرون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا بمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أهد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتىه من يساء والله وافع عليهم يختص برحمته من يساء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بترطاري يقدني إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه طائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكبير وهم يعلمون بدا من أوفى بأهده واتقى فإن الله يحب المتكين إن الذين يشتعون بعهد الله وأيمالهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزييهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لطريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يعمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا هيعمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميزاق النبي لما آفيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصفف لما معكم لتبه النبي ولتنصر الله قال أأقررتم وعقبتم على ذلكم قصري قالوا أقررنا قال فاشتدوا وأنا معكم من الشائدين فمن تولى بعد ذلك فضلاتك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض فوعا وفرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط ويعقوب والأصباط وما أوتئ موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين عاد منهم ونحن المسلمون ومن يبتيغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وسردوا أن الرسول حقا وسردوا أن الرسول أبق وتغاءهم البينات والله لا يهدي قوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناد أجمعين خالدين فيها لا يخفق وأمروا العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلهم فإن الله بقول رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أهدهم ملء الأرض ذابا ولو الكذاب أولئك لهم أذاب أليما وما لهم من نصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من سيد فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتموها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله مكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسلكين إن أول بيت مضع للنافل الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينا ثم طاب إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حفظ البيت من استطاع إله سبيلا ومن كفر فإن الله غني نعم العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكبرون بآيات الله الله سهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم سهدا قل الله بغابل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوصوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكبرون وأنتم جثلا عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم في الله فقد أجي إلى قراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحضل الله جميعهم ولا تتركوا وانكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتما لأسفى هفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبيض الله لكم آياته لألكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المطلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من ذات ما جاءوا البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنهم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسكون لن يضروكم إلا أبا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم با ينصرون وضربت عليهم الظلة أينما سكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضاء من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكبرون بآيات الله ويكتبون الأنبياء لغير حق ذلك بما عطوا وكانوا يعتدون ليسوا ثواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يتلون مؤمنون بالله واليوم الآخر ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويفارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين فما يفعلوا من خير فلن يكفروا الله عالم بالمتفين إن الذين كفروا لن تبني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله سيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها طب أصابت كمثل ريح فيها طب أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لك اتخذوا بطالة من دونكم لا يأذونكم خبالهم كمثل ما علتم قد بدت البضاء من أقوالهم وما تخفيت دورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعفلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لكوكم قالوا آمنا وإذا صلوا أبضوا عليكم الأنام لمن الغير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الشدور إن تمتسكم حسنة تسقهم وإن تصبكم صيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتدقوا لا يضلكم كيدهم سيئة إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوث من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقسال والله سميع عليم إذ هم الطائفة بمنكم أن تفسلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلها فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمجكم ربكم بثلاثة آلات من الملائكة منذلين بلا إن تصبروا وتدقوا ويأتوكم من قورهم هذا يمجدكم ربكم يمجدكم ربكم بخوفة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بسرى لكم ونفط ما إن قلوبكم بك ومن مصر إلا من عند الله العجيز الحكيم ليقطع كربا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائدين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يساء ويعذب من يساء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتفوا الله لعلكم تفلكون واتفوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها الزماوات والأرض وعكت للمتفين الذين ينفكون في الثراء والضراء والكاذمين الضيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فائكة أو ظلموا أنظرهم ذكروا الله فاستغفروا لظنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجريم من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فدخلت من قبلكم سنن فسيروا في القرب فانظروا كيف كان آكبة المكذبين هذا ضيان للناس وهدى وموعظة للمتفين ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن ينفسكم قرح فقد مست القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمهق الكافرين أم رتبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو كتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاتبيه فلن يضر الله شيئا وفيجد الله الشاكرين وما كان لنفس أن تنوت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنذه الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعه وما التكان والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ظلوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقبامنا وثبت أقبامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحزن ثواب الآخرة والله يحب المحتمين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناسرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشربوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبالتمث والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فسلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم طرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم فأسابكم غما بغم لكي لا تحسنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعاذا يكشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يجمون بالله غير الحق ضمن الزائلية يقولون هل لنا من الأمر من سيء قل إن الأمر ظله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر سيء ما قتلنا هؤلاء قل لو كنتم في بيوتكم لبرد الذين كتب عليهم القسل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذلك الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التفى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في القرض أو كانوا جزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما كتلوا ليجعل الله ذلك هسرة في قلوبهم والله مؤين ويميت والله بما تأملون بطير ولئن كتلتم في سبيل الله أو مدتم لمثرة من الله ورحمة خير مما يدمعون ولئن مدتم أو كتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا أنهم واجتفر لهم وساورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخضنكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فان يتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن افتبع رضوان الله كمن باء بسقط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير كنت رجاة عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو رفعوا قالوا لو نعلم كتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم من إيمان يقولون بأفرانهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحتذن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرذكون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يهزنون يستبشرون بنعمة من الله وضضل وأن الله لا يذيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يهزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنبتهم إنما نملي لهم ليدادوا إثما ولهم عذاب مهيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتكوا فلكم عجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو سر لهم فيضوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبري بالبينات وبالذي كنتم فلم تتلتموهم إن كنتم طالقين وإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذهد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروض لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تخبروا وتتكوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله نساقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فلبضوه وراء أظهورهم فلبضوه وراء أظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئت ما يشترون لا تحتبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتبنهم فلا تحتبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك الثماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق الثماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم ويتفكرون في خلق الثماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيتك وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلب الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء أمل آمن منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يذرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لم أدرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وطابروا ورابطوا وجدوا الله لعلكم تفلحون